السلام عليكم معكم علي أهلاً وسهلاً بكم درساً جديد إذا كنت أول مرة تشاهدنا القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة نتحدث في هذا الفيديو عن relative pronouns ضمائر الوصل في اللغة الإنجليزية كما نعلم في اللغة العربية لدينا ضمائر الوصل مثل الذي، التي، اللتان، اللواتي وهكذا أيضاً في اللغة الإنجليزية لدينا ضمائر الوصل هو عبارة عن كلمة تقع في منتصف الجملة يكون عبارة عندنا جملتين تربطهما كلمة الوصل أو ضمير الوصل تكلمنا في فيديو سابق الحب يرجع عليه رح يظهر عندنا على يمين أو يسار الشاشة شرحنا كل ضمير وصل على حدة بفيديو خاص لكن هذا الفيديو نتكلم عن سبع ضمار وصل في فيديو واحد تابع معي ناتة الفيديو هناك الكثير من المعلومات والملاحظات التي تتعلق باستخدام ضمائر الوصل في اللغة الإنجليزية كما قلنا سبع ضمائر لدينا هو، هوم، هوز، وير، وين، ذات، ويتش هذه الكلمات ما عدا ذات إذا جاءت بداية الجملة نسميها كلمة استفهامية لكن إذا جعلت في منتصف الجملة نسميها relative pronouns لماذا ضمير وصل؟ كما قلنا لدينا جملة أولى جملة ثانية نربطها مع بعض تصبح كجملة واحدة بضمير وصل هوم، نستخدمها مع الإنسان يعني مع الأشخاص بحالة الفاعل هوم نستخدمها أيضاً مع الأشخاص بحالة بحالة المفعول به الفاعل الذي يقوم بالفعل المفعول به هو الذي يتلقى الفعل هوز، نستخدمها مع الملكية ملكية شخص مام ونستخدمها مع المكان ونستخدمها مع تايم الزمان ذات ويتش نستخدمها مع الأشياء يعني الأشياء أو الحيوانات أو النباتات نتكلم عن كل واحدة بشكل مفاصل من خلال التمارين أول جملة this is the man who gave me the cat يعني هذا يكون الرجل الذي أعطاني اللاحظة استخدمنا هو هي عبارة عن جملتين this is the man لدينا he gave me the cat هو أعطاني القطة إذن جملة أولى وجملة ثانية ربطناها بضمير الوصل هو طبعا هو نترجمها الذي لماذا تعود على الرجل الكلمة التي قبلها الرجل فاعل من الذي أعطاني القطة هو الرجل معاناته نستخدم هو هو بحالة الفاعل هي عبارة عن كما قلنا جملتين الجملة الأولى this is the man هذا الرجل الجملة الثانية he gave me the cat يعني هنا موجودة he لكن he بحالة الفاعل حذفناها واستخدمنا بيدالها هو ضمير الوصل هو بمعنى الذي أو بلغتنا الدرجة والعامية نقول اللي اللي أعطاني إذن بعد هو يأتي فعل مباشرة إذن هو يأتي بعدها فعل ننتظر هذه الملاحظة هو تعود على الكلمة التي قبلها هو يأتي بعدها فعل مباشرة وتكون بدلا عن الفاعل وهو ترجمها الذي أو اللي بلغتنا كما قلنا الدرجة أو اللغة العامية بيكون عندنا هو مع الكلام اللي بعدها نسميه adjective close يعني عبارة وصفية أو نسميها relative close إذن عبارة وصلية أو عبارة وصفية إذن ننتبه adjective close أو نسميها relative close من خلال عنوان درسنا الجملة الثانية this is the man whom I met yesterday هذا هو الرجل الذي قابلته البارحة اللحظة استخدامنا في هذا الجملة whom أصل الجملة this is طبعا هنا موجود عندنا is this is the man هذا الرجل لدينا I met him بلاحظين قابلته البارحة whom أيضا ترجمها الذي أو اللي لكن بحالة المفعول به يعني يتلقى الحدث اللحظة موجودة him قابلته بحالة ضمير بحالة المفعول به نحذف him ونستبدلها به هوم هوم عوضناها بدل عن الوبجيكت أو pronoun in objective case ضمير بحالة المفعول به يلا نكتب whom I met him yesterday خلاص هم أحذفه استبدلت به ضمير الوصل هوم تصبح this is the man whom I met yesterday اللحظ بعد هوم جاء فاعل وبعدها فعل وتكملت الجملة لكن هو مباشرة يأتي بعدها فعل لذلك كما نعلم الجملة انجليزية بالأول يأتي فاعل بعدين يأتي فعل وبعدين تكملت الجملة هنا فاعل بعدها فعل لكن هنا مفعول به اللحظ جاء فاعل بعدين فعل وضمير بحالة المفعول به حذفنا ووضعنا هوم إذن هوم تستخدم حالة المفعول به هذه الجملة الثالثة I don't like the place where you work أنا لا أحب المكان حيث تعمل أو الذي تعمل به لاحظ لدينا the place place مكان مثل عندنا school, mall, garden, park, beach وهكذا الأماكن نستخدم معها where يعني where تعود على كلمة place I don't like the place where you work المكان حيث تعمل كما قلنا هذه نسميها كما قلنا هذا الجملة الأولى ولدينا الجملة الثانية الجملة التي فيها ضمير وصل يعني where والكلام بعدها نسميه adjective clause أو relative clause رمضان is the month when people are fasting or fasting نقول fasting or fasting أثنين صحيحة لاحظ رمضان is the month month شهر يعني time وقت عند إذا نستخدم when the month the month يعني عندما أو اللي يعني بالمناسبة الجمعة ننترجمها الذي أو اللي لكن كل واحدة كما قلنا أو كل واحدة لها استخدام the month when people are fasting لاحظ when تعود على كلمة month الشهر الشهر بيكون زمان this is the man whose wife is famous هذا هو الرجل الذي زوجته تكون مشهورة هذا الرجل لاحظ whose wife زوجته يعني wife تعود على الرجل هي أصلها his his wife is famous زوجته مشهورة لكن حذفنا ضمير بحالة الملكية واستخدمنا ضمير بحالة الوصل لكي نربط الجملتين this is the man هذا الرجل لاحظ his wife is famous زوجته تكون مشهورة حذفنا his وضعنا عنها whose whose ملكية يعني wife الزوجة هي ملك للرجل أو تعود على الرجل ممكن نقول this is the woman whose husband يعني اللي زوجها أيضا نقول زوجة عود على أو يكون ملك للمرأة كما هنا حذفنا هم استخدمناها أو استبدلنا بدل عنها هوم أيضا حذفنا هي استبدلنا عنها هو أيضا ضمير بحالة الملكية حذفنا وضعنا بدل عنه whose الجمل بعدها my old car which I bought last year is broken يعني سيارتي التي اشتريتها في السنة الماضية تكون معطلة لا أقول مكسورة إذن معطلة لاحظ which جاء قبلها كما فاصلة وأيضا جاء هنا فاصلة بالنسبة which أيضا ترجمها التي أو أيضا الذي على حسب يكون أتكلم عن مذكر أو مؤنف أو يكون عندنا جمع أو مفرد which يأتي قبلها فاصلة ويكون بعد الكلام يكون فاصلة وأيضا الكلام المتضمن which ممكن أيضا يحذف يعني تعطينا مزيد من المعلومات الغير ضرورية إذن معلومات غير ضرورية أو غير مهمة يعني ممكن نحذفها أقول my old car is broken سيارة القديمة معطلة خلاص أنا أعرف أنه سيارة القديمة معطلة ما يحتاج أقول هذا كلام إضافي which I bought لا سير التي اشتريتها السنة الماضية إذن هذا كلام إضافي غير مهم ممكن نحذفه إذن نحفظ which يأتي قبلها فاصلة والكلام بعده أيضا يكون فاصلة وأيضا which تعطي معلومات غير مهمة وأيضا الكلام المتضمن بعد which ممكن أيضا نحذفه إذن كلام غير مهم يكون زاد لكن يعطينا مزيد من المعلومات عن الفاعل في بداية الجملة أو الاسم الذي يكون قبلها إذن which فاصلة قبلها وبعدها أيضا نضب فاصلة وwhich أيضا ممكن نحذفه that نفس which لكن that لا يتي قبل فاصلة أو بعد فاصلة وأيضا that لا يمكن أن نحذف هذا الكلام الذي يأتي بعدها my car that I gave you is new يعني سيارتي التي أعطيتك إياها is new تكون جديدة لا أستطيع أن أقول my car is new سيارة جديدة ممكن أنني عندي أكثر من سيارة لكن أنا حددت my car that I gave you سيارة التي أعطيتك إياها حصرا عندي أربع سيارات لكن السيارة أعطيتك إياها تكون جديدة إذن that نحفظها الكلام اللي بعدها يكون مهم لا نستطيع أن نحذفه لكن الكلام البعدها ممكن أن يحذف لأن كلام زاد ويعطي معلومات إضافية غير مهمة يعني هنا الجملة my old car is broken سيارة القديمة معطلة هذا كلام زاد لكن ذات أيضا نفس استخدام which لكن ذات لا يتي قبلها وبعد فاصلة وأيضا الكلام اللي بعدها لا نستطيع أن نحذفه أولا يجب نعرف العنوان relative pronouns ضمائر وصل جميع هنترجمها الذي أو التي أو اللي في لغتنا دارج هوم مع الفاعل هوم مع المفعول به where مع المكان when مع الزمان whose للملكية which وذات نفس الاستخدام لكن which الكلام بعدها ممكن نحذفه يأتي قبله بعد فاصلة ذات الكلام البعض لا يمكن أن نحذفه من المهم جدا معرفة هذه أو معرفة ضمائر الوصل هذه وتعلم كيف استخدام بشكل مفصل أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتبعي زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ووضع لك الفيديو اللي يصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته